الفقر في العراق جعل النفايات مصدراً للعيش في كثير من المدن العراقية آلاف الأطفال وكبار السن في العراق يعتشون على نبش المخلفات والنفايات الموجودة في مواقع الطمر الصحي وسط بيئة ملوثة للبحث عن الطعام أو مواد لبيعها في سوق الخردة تبدأ الرحلة اليومية لجمع النفايات عندما ينتظر هؤلاء الشبان اليافعون مركبة البلدية بالنفايات يومياً وكأنها تحمل لهم الأمل وتبعد عنهم شبح العوز والبطالة ولو مؤقتاً شوفوا مكاننا هذا خل يطلع وزير خل يطلع محافظ خل يطلع فالشيج هنا شوف شوف الناس الفقراء مو عن نفسه يحكي على هاي الناس كله ناس نسوان شوف النسوان لي معايشة عوائل والله فقلت لك إننا الله إحنا وحتى قدمت على الرعاية صار تقريباً بالثمانة شهر وجماعة أصدقائي وولد عمي طلعوا واستلموا وأنا إلي الله أقول الله كريم انتظرين عود ويتم توزيع العمل بين بعضهم البعض بفرز كل واحد منهم لمادة مختلفة من القمامة عن الآخر وبعض الأسر تسكن في مناطق عشوائية بالقرب من مكبات النفايات ومعيشتي وراء أذبالي وان ما شالت أنا وراء ألقت قواطي وبيعي نعود وعيش وامتلحد ألحد لأتي لا ألحد أسوي عمليات لا لحد لماذا ألحد ما أقدر لا راتب ولا قاع ولا كل شيء الحكومات المتعاقبة عجزت عن وضع حلول لهذه الظاهرة الخطيرة المرتبطة بالفقر وتزيد كلما تسعت الأزمة المعيشية التي تعصف بالعراق البطالة هي العنصر الأهم في هذه المعادلة فقد ازداد الفقر نتيجة ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 70% من قوة العمل ما دفع الأطفال والشبان للغوص في المكبات لاستخراج ما يمكن بيعه للشركات أو المعامل لإعادة تصنيعه رغب الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم ما يزال ملايين العراقيين يرزحون تحت خط الفقر في بلد يعاني من استشراء الفساد اشتركوا في القناة